طيب كنا مع حضراتكم يمكن مبارح وكان فيه خبر سعيد لكل جماهير النادي الاهلي يمكن وجود النادي الاهلي لقصر او نسمي بقى الاهلي طيبة الاهلي السعيد كان معنا زميلنا محمد توفيق يعني وبيزف لنا خبر سعيد جدا جدا مبارح كمان معنا النهاردة على التليفون محمد توفيق من اللقصر معنا لايف وحنسألوا ايه الاخبار هناك فرحة اهل السعيد بهذا النادي الكبير نادي اهلي لقصر كمان نعرف منه تفاصيل اكتر من خلال يعني محادثة على الهاتف دلوقتي ومساء الخير يا محمد مساء الخير كابتن هاني احتحالي لحضرتك والسهام والجميع مشاهدي البيت الكبير في كل مكان اهلا بيك قلنا بقى الاخبار يعني مبارح كان معاك خبر جميل جدا جدا تواصل بقى معنا وقلنا فرحة يعني شعب السعيد بالاهل لقصر وبعض الكواليس الموجودة عندك يا محمد بالفعل كابتن هاني ممكن زي ما كانت سبكة مع حضرتك في البيت الكبير وتكلمنا عن البشرة والخبر السعيد اللي قلناه من خلال برنامجك عن ساعات قليلة ويكون ان شاء الله يزاح السطار ويكون يفتتاح اهل لقصر ان هنا في مدينة طيبة الجديدة بمحافظة لقصر مستمرين في تغطيطنا هنا ويمكن احنا داخل ملعب كرة القدم بالتحديد داخل النادي هنا عايز اقول لحركة ان هنا في خلية نحل داخل النادي استعدادا ان شاء الله لازاحة السطار وافتتاح النادي رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة داخل النادي زي ما قلت له خلية نحل لساعات تجري على قدم الوساق سواء من العاملين في الشركة الوطنية الاملاقة شركة سلاة او العاملين كمان من جانب النادي الاهلي وقناة النادي الاهلي اللي بنتشرف ان احنا موجودين هنا معاكم من غطي لكم الاحداث من هنا من محافظة لقصر زي ما سألتني عن حالة الشارع بره يعني فرحة عارمة يمكن كان بمجرد اعلان من اكتر من سنة عن النادي الاهلي يكون موجود هنا في لقصر وسط يعني حباب النادي الاهلي وجمهير النادي الاهلي والناس كلها اللي تتمنى انها تنتمي لعائلة النادي الاهلي من خلال العضوية بعد ما كلهم بالفعل منتمين لعائلة النادي الاهلي كم مشجعين واعتقد ان دور النادي الاهلي ده ما بنتكلم عنه مش بس رياضية لا دور الوطني كمان يعني لما اتكلمت مع الناس الناس فعلا كانوا محتاجين ان يكون فيه نادي هنا رياض اجتماعي اعتقد ان شاء الله يعني دور الصعيد حراك طبعا يعني كنت شغال مدير فن كبير وعارف ان الصعيد مليان بالكنوز والمواهب اللي اعتقد هتفيد الرياضة المصرية بشدة المجالات النادي الاهلي من دور الوطني موجود هنا في الصعيد عشان يساهم بدوره دايما النادي الاهلي معاود كل الناس عليه انه دايما صباق النادي الاهلي كان صباق ووصل هنا لجنوب الوادي زي ما اقول لمحافظة لقصر والنادي زي ما اقولت الحراكة امبارح على الهوى مش بس بيخضر محافظة لقصر لأ كل المحافظات القريبة اسوان صهاج جئنا كلهم كانوا حرصين على عمل عضويات هنا داخل النادي الاهلي لما تفتح باب العضويات المرحلة الأولى والتانية والتالتة انتهت بالفعل وهتم عمل جميع العضويات اللي كانت متاحة في الثلاث مراحل داخل الأهل لقصر هنا يعني عاوزين نقولي ان هيبقى فيه مفاجئات خلال الساعات القليلة المقبلة اعتقد ان كل جمهير النادي الأهل وعضاء النادي الأهل هيبقى فخورين باللي وصلوا النادي الأهلي بافتتاح أهل لقصر هنا عاوزين نقولي ان النادي هنا تم بناء على أحدى استراز يمكن فيه ملعب كرة قدم قانوني موجود بمدرجات تسعة لخمس آلاف متفرج بيقع تحتها مبنى كامل للجهاز الإداري لفريق كرة القدم وغرف كاملة مجهزة على أعلى مستوى مبنى اجتماعي مبنى إداري من صلاة طوابق حمام سباحة أولمبي بالإضافة لحمام سباحة للأطفال كمان فيه صالة مغطاة على أحدث مستوى وصلت له التكنولوجيا في مصر اعتقد ان احنا زي ما بقول دايما النادي الأهلي وده صمار الشراكة النجاحة بين النادي الأهلي العملاق وشركة استداءه الوطنية الشركة اللي ولدت عملاقة اعتقد ان ان شاء الله دي سمر من صمار هذه الشراكة العظيمة ضمن رؤية 20.45 وان شاء الله خلال الايام القليلة المقبلة هنشوف وده الناس كلها هتلمسوا وان شاء الله على مدار الايام والشهور القادمة نشوف صمار أكتر لهذه الشراكة بين كائنين العملاقين النادي الأهلي وشركة استداءهات القابضة شكرا جزيلا محمد بنشكرك شكرا جزيلا وكان مهم جدا أن أسهام الشراكة دي يعني أعتقد سمار الشراكة زي ما بيقول محمد توفيق النادي الأهلي بالكيان العظيم كمان مع كيان عظيم زي ما قال محمد ولد عملاق شركة استادات الوطنية اللي يعني ما بتخدمش النادي الأهلي بس ده كل دي بنية أساسية لكل الرياضين في مصر وانا كواحد من أولاد الصعيد أنا صعيدي أصلا فأكيد حاسس بفرحة أهل الصعيد من المصعيد أنا من تحت طبعا يعني صعيدي أصيلي فأنا كمان بحس بالناس هناك يعني كان الغيبة الكلام ده كان غيبة عن الصعيد بلده وفترات ويمكن الزي ما قلتلك الدولة مهتمة جدا جدا بهذا القطاع أو بطبعا جنوب مصر صعيد وأهلينا الطيبين فده شيء إيجابي جدا أن نكون نادي الأهلي الأقصر موجود بشكل رائع زي ما ورهنا محمد احنا منكلم عن نتاج منكلم يمكن من أمبارح لكن التجهيزات دي واستعدادات لافتتاح أهلي الأقصر ده مستمر من فترة بعيدة جدا فالنهار ده خلاص أنا الأوان لفتتاح أهلي الصعيد علشان يكون بقى منارة وصرح كبير يضمن أبناء ومحبي ومشجعي النادي الأهلي ويحتوي أبناء الصعيد حواليه فمنتكلم عن شراكة اقتصادية كبيرة ما بين الأهلي واستدات وزي ما قلنا نبارح حاو نفكركم تاني ده مش أول تعاون ما بين النادي الأهلي والشركة العملاقة دي كان الأهلي والسلام السيد الأهلي والسلام النهاردة أهلي الأقصر أو أهلي طيبة أو أهلي الصعيد سموه زي ما تسموه في كل الأحوال ده الفرع الخامس للنادي الأهلي واسم كبير أفتكر أنه هو يعني مش هيبقى بس مقتصر على الصعيد كمان يعني إن شاء الله اسم النادي الأهلي النادي الأهلي طبعا بكيانه حيغطي جمهورية مصرحة العربية لازم إن شاء الله